بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين نحييكم أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات في هذا اليوم المبارك في درس من دروس برامج التربية الفكرية في مرحلة الابتدائية ونبدأ معكم في استعراض درسنا هذا اليوم باستعراض اللوحة التعريفية الصف هو الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة هي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية موضوع درسنا لهذا اليوم هو سورة الكوثر اسم المعلم محدثكم من أستاذ محمد القرني أبنائي الطلاب نرجو من أسرة كل طالب تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد للدرس وأيضا من التوصيات الهامة لكل أسرة بأنه حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج فأنه يجب على الأسرة الكريمة مراعاة عدة أمور أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب والطالبة وتعزيز استجابتهم الصحيحة والبعد كل البعد عن النقد واللوم ثالثا التواصل الدائم من خلال المنصة المدرسية مع معلم الطالب في كل مدرسة مادتنا لهذا اليوم هي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودرسنا لهذا اليوم هو سورة الكوثر سورة الكوثر هذه الصورة يا أبنائي هي أقصر صورة في القرآن الكريم هي أقصر صورة في القرآن الكريم وعدد آياتها كم يا أبنائي كما تشاهدون في الصورة عدد آياتها ثلاث آيات أحسنتم إذن عدد آيات سورة الكوثر ثلاث آيات هذه السورة سورة كريمة أيضا الخطاب فيها موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى نبيه محمد إن وهذا تضخيم لمقام وجناب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى دائما عندما يتكلم عن جنابه عز وجل فإنه يتكلم بصيغة الجمع إن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون فالله سبحانه وتعالى يختص في خطابه عن نفسه بصيغة الجمع وهذا لله سبحانه وتعالى إنا يا محمد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر إذن نقراها يا أبنائي جميعا بمشيئة الله تعالى ونرددها ونتغنى بالقرآن الكريم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن الكريم والترتيل هذه الصور والتغني بها يساعدنا بمشيئة الله تعالى في حفظها وإتقان قراءتها سواء خلف المعلم أو خلف ولي الأمر أو في أي منصة من منصات التعلم إذن أبنائي الطلاب نقرأ ونستعيد من الشيطان الرجيم ونقرأ هذه الصورة المباركة ونردد خلف المعلم إذن استعداد مستعدين بمشيئة الله تعالى أحسنتم نبدأ جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم أحسنتم يا ابنائي إنا أعطيناك الكوثر أحسنتم مرة أخرى إنا أعطيناك الكوثر بارك الله فيكم فصل لربك وانحر بارك الله فيكم مرة أخرى فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر مرة أخرى إن شانيك هو الأبتر إذن كما تشاهدون يا ابنائي هذه الصورة من أقصر صور القرآن الكريم وهي بمشيئة الله تعالى من الصور التي يستطيع كل طالب مع تكرارها حفظها وإتقانها بمشيئة الله تعالى أحسنتم يا ابنائي في قراءتها وترديدها إذن هذه الصورة الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه فيها بقوله يا محمد إنا أعطيناك الكوثر وهذه الكوثر هذه الصورة صورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر ما معنى كلمة الكوثر الكوثر يقال عنه الخير الكثير والله سبحانه وتعالى اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بعدة حطايا وخير ومنها النبوة ومنها القرآن الكريم ويقال عن الكوثر بأنه نهر في الجنة نهر في الجنة حافته حافتاه يعني من ذهب حافتاه من ذهب ومجراه على اللولو والمرجان هذا الماء يجري على اللولو والمرجان وتربته أطيب من المسك تربته أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج إذن هذا الكوثر الذي يرد عليه الخلق يوم القيامة ويشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم صفاته بأن حافتاه أي جوانبه التي تحيط به هذا النهر من ذهب هذه الحافة حافة النهر في وصف النهر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه واختص به نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرد الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشربة إذا شربتها من يد النبي صلى الله عليه وسلم من نهر الكوثر لا تضمأ بعدها أبدا انظر لا تضمأ بعد هذه الشربة أبدا إذن هذا الكوثر حافتاه من ذهب ومجراه أي يجري يعني يسير هذا النهر على اللولو والمرجان انظر يعني لا كمثل هذه النهار يجري على التراب والحجر لا هذا النهر يجري على اللولو والمرجان وتربته أطيب من المسك رائحة المسك وماءه أحلى من العسل ماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج هذه صفات نهر الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ويأتي الخلق يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم ويختلج أيضا يختلجون أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيصدونهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب هؤلاء من أمتي هؤلاء من أمتي يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته فيقول الله سبحانه وتعالى لا تدري ماذا أحدث بعدك فإذا يوصينا الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على الصراط المستقيم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتمكن من الشرب من يده الكريمة من هذا النهر الذي أعطاه واختص به نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه العطايا الخير الكثير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شكر وإلى حمد الله سبحانه وتعالى على هذه العطيات فيكون فصل لربك وانحر أي بعد هذه النعم التي أنعم الله بها عليك يا محمد الله فصل لربك وانحر إذن هذه الصلاة التي نصليها يا أبناء هي شكر لله سبحانه وتعالى و عبادة خاصة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى و انحر أي هذه أيضا عبادة هذه العبادتين لا تصرف إلا لله لكن الصلاة خاصة بالله سبحانه وتعالى النحر هو لله سبحانه وتعالى ولكن هذا النحر يعطى للفقراء والمساكين منه و كما تعلمون أن هذا الذبح يكون عبادة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى فعندما ينحر الإبل أو يذبح الأنعام من الغنم والبقر و غيرها فإنه عبادة خاصة لله سبحانه وتعالى و يذكر اسم الله عليها عند الذبح أو عند النحر فيقول بسم الله و الله أكبر فهذه عبادتين تصرف لله سبحانه وتعالى تقربا له بهذه العطاء الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم و أيضا لأمته من بعده في الآية الأخيرة من هذه السورة إن شانئك هو الأبتر أي أن مبغضك يا محمد يا نبي الله أن شانئك هو الأبتر أي المنقطع الذكر و كانوا يعايرون النبي صلى الله عليه وسلم و يقولون أنه منقطع النسل و كان النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا أبنائه قبل البعثة عبد الله و القاسم فكانوا كفار قريش يعايرونه بأنه منقطع النسل فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة بأن ذكرك يا محمد هو الدائم و المتصل أما من يشناك و يبغضك فإنه هو الأبتر و المنقطع الذكر إذن هذه السورة يا أبنائي من أقصر صور القرآن الكريم وهي صورة لديكم في الصف الثالث تحت مادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية تستطيعون بمشيئة الله تعالى حفظها و قراءتها و إتقان المشيئة الله إذن في التمرين الذي أمامنا تشاهدون لون العدد الذي يمثل عدد آيات سورة الكوثر كم عدد آيات سورة الكوثر يا أبنائي كما ذكرنا لكم نختار الرقم واحد أو ثلاثة أحسنتم بارك الله فيكم إذن نلون الرقم ثلاثة نلون الرقم ثلاثة بهذا الشكل في الكتاب لديكم أحسنتم بارك الله فيكم إذن بهذه الطريقة إذن عدد آيات سورة الكوثر هي ثلاث آيات أحسنتم كما نشاهد أيضا ضع علامة صح أسفل العدد الذي يمثل عدد آيات سورة الكوثر كم عدد آيات سورة الكوثر كما أعطانا ثلاث أو خمس إذن نضع علامة صح أمام الرقم ثلاثة أحسنتم يا أبنائي بارك الله فيكم بهذه الطريقة أحسنتم صل الكلمة بمعناها الصحية الكوثر اسم مدينة أو اسم نهر في الجنة الكوثر أحسنتم يا أبنائي هل هو اسم مدينة أو اسم نهر في الجنة كما ذكرنا في تفسير صورة الكوثر إذن الكوثر هو إيش أحسنتم هو اسم نهر في الجنة هو اسم نهر في الجنة بارك الله فيكم وانحر أي الأضاحي أو القمح النحر هو للأضاحي أول قمح يا أبنائي نختار الأضاحي النحر يكون للأضاحي أحسنتم نضع علامة الدائرة على الأضاحي وهي الإبل والغنم والبقر كما نعلم في الأضحية من بهيمة الأنعام الأبتر هو مقطوع الخير أو متصل الخير إذن الأبتر هو المقطوع مقطوع الخير أحسنتم بارك الله فيكم هذا يا أبنائي درسنا لهذا اليوم نتمنى من الجميع التكرار وإعادة قراءة صورة الكوثر وتكرارها عدة مرات وإتقان تلاوتها ومن ثم حفظها إلى أن نلقاكم مشيئة الله تعالى في الدرس القادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته